بيجي لنا اسئلة كتير ايه الفرق بين الكلمتين معناهم ابعد من وبنستخدمهم عشان نقارن المسافة بين حكتين يعني مثلا لو عايزين نقول بيتك ابعد من بيتي فحقول لكن خلي بالك ان كلمة بتتميز عن كلمة فاردر بان لها معنى تاني معناها اضافي او المزيد من وبيجي بعدها اسم جامع فمثلا لو عايزين نقول اريد المزيد من الكتب هقولها ازاي ماينفعش هنا اقول فاردر هنا حاول ايه يبقى ده الاستخدام التاني لكلمة فاردر معناها اضافي او المزيد من كمان خلي بالك من حاجة مهمة لو انت بتحل سؤال اختيارات وجاب لك في الاختيارات الاختيارين فاردر بالايه وفاردر باليو في الحالة دي هتختار على اساس ايه كلمة فاردر بالايه معناها مسافة يمكن قياسها مسافة قابلة للقياس اما فاردر باليو فمعناها مسافة رمزية مسافة معنوية يعني مثلا حقول لمزيد من النجاح او لمزيد من المعلومات هنا ماينفعش استخدم فاردر بالايه ليه لان دي مسافة معنوية مسافة رمزية اما لو مديني الاختيارين والمسافة قابلة للقياس ينفع نقسها ففي الحالة دي اختار فاردر بالايه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة